موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستهلها بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يستقبل محافظي المحويت وذمار موسيقى نائب رئيس الجمهورية يطلع على جهود حل إشكالات المغتربين اليمنيين وتفعيل إدارات الوزارة ومكاتبها المختلفة موسيقى الجيش الوطني يكبد الميليشيات خسائر فادحة في مديرية الشدة بصعدة ويستعيد مواقع جديدة في مديرية حيران بحجة موسيقى من العنوين للتفاصيل بعث فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي هنه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده واشهد رئيس الجمهورية بالمواقف الأخوية لجمهورية مصر العربية وقيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة ومشاركة مصر في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في بلادنا وثمن فخامة الرئيس موقف مصر العروبي بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المساند للشرعية ودعمه لأمن واستقرار ووحدة اليمن ودعمه للحل السلمية المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي الفين ومائتين وستة عشر الداعم لنهضة واستقرار اليمن وأكد فخامة الرئيس أن مواقف جمهورية مصر إلى جانب الشعب اليمني ستظل محط فخر واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني مشيرا إلى الأدوار الكبيرة التي جسدتها مصر وشعبها إلى جانب اليمن وشعبه من خلال الدعم المصري للثورة اليمنية منذ الستينات وعبر الرئيس الجمهورية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أهل التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق مزيدا من التطور والتقدم والازدهار جانب آخر أدى اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية الخضر أحمد مرمش وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلادنا لدى جمهورية العراق وعقب أداء اليمين الدستورية وجه فخامة الرئيس السفير مرمش بما يلزم في إطار أولويات واقع البلد والمحطات التي خاضها ومر بها منذ عملية التحول التي عاشها شعبنا عبر المبادرة الخليجية وتجربة مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجاته وانقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية على توافق شعبنا اليمني وإعلانها الحرب على اليمن وطنا ومجتمعا والإشارة إلى دور الأشقاء في دول التحالف العربي عبر عاصفة الحزم وكذلك قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارة 2216 والانتصارات التي تحققت لاستعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد وقال الرئيس الجمهورية أن كل هذه المحطات والمعطيات يتطلب من كل دبلوماسيين وسفرائنا في الخارج الإلمان بها لشرح وبلورة واقع اليمن وانقلاب ميليشيات الكهانوت على إجماعه وتوافقه الوطني لتعريات ممارساتهم وفضح نهجهم والدعاءاتهم الكاذبة وجندتهم ومشارعهم الداخيلة من جانبه عبر السفير مرمش عن سروره بهذه الثقة مؤكدا بأنه سيظل مخلصا لوطنه وقضيته والانتصار لشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية معتبرا توجيهات فخامة الرئيس له بمثابة أولويات لمهامه وبرنامجه المستقبلي شدد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز الجهود وتفعيل دور المقاومة في مختلف مناطق إقليم اتهامة لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة عبر أدواته من الميليشيات الحوثية الإيرانية وأكد رئيس الجمهورية خلال استقباله في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن محافظ المحويت الدكتور صالح سميع تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لتحقيق تطلعات شعبنا اليمني في هزيمة الانقلاب وبناء مشروع اليمن الاتحادي الجديد الذي أجمع عليه توافق شعبنا اليمني عبر مخرجات الحوار الوطني ومشروع دستور الدولة الاتحادية من جانبه عبر المحافظ سميع عن سروره بهذا اللقاء واضعا أمام فخامة الرئيس صورة مجزة لأوضاع المحافظة ودور أبنائها في مختلف الجبهات ومنها جبهة تهامة للانتصار لذاتهم في إطار تحرير اليمن براثن الكهنود لافتا إلى الانكسار والهزائم المتوالية للميليشيات مام إرادة الإنسان اليمني وأكد محافظ المحويت أن مشروع فخامة الرئيس في الدولة الاتحادية الجديدة التي قدم من أجلها التضحيات هو خيار أبناء الوطن عامة باعتباره المخرج الآمن والوحيد لليمن من رواسب الماضي والانطلاقي صوب المستقبل المنشود استقبل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن محافظ محافظة دمار محمد علي القوسي ووكيل المحافظة فضل سعيد الحربي وطلع فخامة الرئيس من محافظة دمار ووكيل المحافظة على مستجدات الأوضاع في المحافظة مشددا على ضرورة فتح جبهات جديدة لتضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية الحوثية وقطع شرايان إمداداتها بالعدة والعتاد باتجاه محافظة إبو وتعز والبيضاء وأكد رئيس الجمهورية على أهمية تكثيف الجهود وتوحيد الإمكانات لتحقيق الانتصارات المأمولة بالتوازي مع النجاحات المحققة في الجبهات الأخرى وعبر محافظة دمار ووكيل المحافظة عن امتنانهم لدعم وتوجيهات فخامة الرئيس الدائمة لمختلف المحافظات والجبهات الرامية لتحقيق الانتصارات وهزيمة المشروع الفارسي في اليمن أكد فخامة الرئيس المشير روكن عبد الرب منصور هذه الرئيس الجمهورية القائدة الأعلى للقوات المسلحة على أهمية رفع اليقظة والتعزيز المتواصل الجاهزية القتالية والعسكرية لمختلف قطاعات ووحدات القوات المسلحة لتأدية مهامها وواجباتها المناطة بها في مواجهة ميليشيات التمرد الحوثية وشدد رئيس الجمهورية خلال استقباله في قصر معاشيق بالعاصمة الموقاتة عدن قائد القوات البحرية والدفاع الساحلية لواء الركن عبدالله سالم النخعي على أهمية إعادة مكانة ودور القوات البحرية والدفاع الساحلي من خلال إعادة بنائها وتجهيزها وتأهيل كوادرها ومنتسبيها والتحلي بالضبط والربط العسكري لتحقيق النجاحات والانتصارات المطلوبة مؤكدا تقديم الدعم في هذا الإطار من خلال تأهيل البلد التحتية وتوفير الإمكانات المتاحة من جانبه عبر قائد القوات البحرية والدفاع الساحلية عن امتنانه لاهتمام فخامة الرئيس المشير عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لمخترف القطاعات العسكرية ومنها القوات البحرية التي يتم العمل فيها على إعادة بنائها بعد أن طالها عبث وتخريب الميليشيات الإنقلابية ووضع اللواء الركن عبدالله النخعية مما فخامة الرئيس صورة لجملة المهام الآنية وخطط التطوير المستقبلي للقوات البحرية والدفاع الساحلي التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بالوفد الإعلامي الرسمي بحضور وزير الإعلام معمر الإرياني للاطلاع على الجهود المبذولة في نقل معاناة اليمنيين جراء الانقلاب والدور الذي يقوم به أبطال الجيش في مختلف اليبهات أشهد نائب الرئيس بتواجد الإعلام على أرض الواقع وما يشكل ذلك من إضافة نوعية للأداء الإعلامي المهني ومنها الإعلام الرسمي للدولة التي يجب أن تنطلق من الواقع الذي يعيشه اليمنيون وأبطال الجيش والتحالف في معركتنا الوطنية والعروبية ضد ميليشيات الحوث المدعومة من إيران وأطلع نائب رئيس الجمهورية الحاضرون على خلفية عن صراع الدولة مع ميليشيات الكهنوت الإمامية والإنجازات التي حققتها الشرعية بدعم الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على مختلف الصعود وأكد نائب الرئيس على أن الشرعية بقيادة فخمة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي تقدر الدورة الإعلامية التي تولاه الكثير من الإعلاميين من مختلف الوسائل والجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية والدولية وما سطره من شجاعة منقطعة النظير في سبيل النقل وإيضاح قضية اليمنيين العادلة وشدد على مضاعفة الجهود وتبني الخطاب الإعلامي البناء والمسؤول بما يخدم الصف الوطني ويخدم تلاحم اليمنيين بمختلف مكوناتهم وفئاتهم وتركيز على هدف واحد يتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم محذرا في الوقت نفسه من انصراف لإعلام الشرعية تجاه قضايا هامشية يعمل الإنقلابيون بشكل أو بآخر على إثارتها بهدف شق الصف اليوموري وتحدث وزير الإعلام وأعضاء الفريق الإعلامي عن اليهود المبذولة لتحسين آداء الإعلام الرسمي وما لمسوه من معنويات عالية لأبطال الجيش في كل الجبهات وما شكلته هذه الزيارات من دافع لتوحيد قضايان الإعلامية منوهين بأن الإعلام كان وسيظل جبهة مساندة في معركتنا المصيرية التي يساندنا فيها الأشقاء ويبذل الجميع في سبيلها التضحيات الجسيمة حضر اللقاء رئيس قطاع تلفزيون عدن فارس عبد العزيز صلاح ووكلاء وزارة الإعلام وعدد من ممثلي قنوات الفضائية والرسمية والأهلية اطلع نائب الرئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه نائب وزير شؤون المغتربين الدكتور محمد العديل على اليهود المبذولة في الاهتمام باليمنيين في دول الاغتراب وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل حل مشكلات المغتربين والتواصل والاهتمام بهم وتفعيل ادارات الوزارة ومكاتبها المختلفة واشدد نائب الرئيس على مضاعفة الجهود وتكثيف التواصل والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في الدول المختلفة مشيدا بالتسهيلات التي منحتها الكثير من الدول للمقيمين اليمنيين تقديرا للظروف الحالية التي يعيشها بلادنا واكد نائب الرئيس اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية بالمغتربين اليمنيين وسعيها الكبير لوضع حد لمختلف مشكلاته وهمومه من جانبه قدم نائب وزير المغتربين موجزا عن أوضاع الجاليات اليمنية والنجاحات التي تحققت في سبيل استقرار المغترب اليمني وتسهيل اجراءاته معبرا عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية استقبل رئيس الوزراء دكتور احمد عبيد بن دغر المبعوث الاممي لدى اليمن مارتين جريفث والوفد المرافق له لبحث افاق عملية السلام ووجهات النظر ازاء الوضع في مدينة الحديدة ورحب الدكتور بن دغر في اللقاء الذي حضره مستشاري رئيس الجمهورية عبدالوهاب الانسي وصالح عبيد ومحمد العامري بالمبعوث الاممي مشيدا بمساعيه لتحقيق السلام المرتكز على مرجعيات الثلاث والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار الفين ومائتين وستة عشر وسلم رئيس الوزراء المبعوث الاممي ردود الحكومة اليمنية بشأن مقتراحاته المتعلقة بالوضع في مدينة الحديدة والتي سبق أن وضعها أمام فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي ورئيس الحكومة في زيارته إلى عدن الأسبوع قبل الماضي وقال الدكتور بالدغر أن الشعب اليمني يتطلع إلى السلام بعد أن دمرت الميليشيات الحوثية النظام والمؤسسات وانتهكت حياة اليمنيين من دونقلابها على الدولة ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد على السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه شعبنا وفقا للمرجعيات والتزام الميليشيات الحوثية الإيرانية بالانسحاب الكامل من العاصمة صنعاء والمدن وتسليم السلاح للدولة وعودة السلطة الشرعية وشدد على ضرورة إبداء حسن النية قبل بدء أي مشاورات قادمة وذلك من خلال إطلاق سراح كافة الأسرى والمؤتقلين في السجون الحوثية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة المتضررين في عموم محافظات البلاد وأضاف أن أسباب الأزمة الحالية في اليمن واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير وهو الإنقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإنقلابية على الحكومة الشرعية والدولة لافتا إلى أن الحكومة الشرعية طرف معتدى عليه من قبل ميليشيات الحوثي وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد على السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه شعبنا وفقا للمرجعيات الملزمة لجميع الأطراف وهي الضامن للسلام الدائم والشابل قائلا إنه من الصعوبة الوصول إلى الحل في اليمن دون تنفيذ المرجعيات وقال الرئيس الوزراء أن على الأمم المتحدة رفض الإنقلاب في اليمن ما لم فإنها ستضطر للتعامل مع أي عملية انقلاب على السلطات الشرعية المنتخبة أو المنتخبة في أي مكان آخر بالعالم وأجدد تأكيده على أن الحكومة اليمنية تقدم المساعدة الكاملة لجهود الأمم المتحدة في وقف الحرب باليمن وقدمت التنازلات منذ جولتين مشاورات السلام في جينيف والكويت لكن الميليشيات الإنقلابية ومن ورائهم إيران دأبت على المراوغة والتعنت ووصل الأمر إلى إفشال مساعي المبعوث الأممي السابق وأكد على أن ميليشيات الحوثيين الإنقلابية لم تكن يوما جادة في الينوح للسلم واعتادت على المراوغة في تنفيذ الاتفاقيات ونقض العهود والمواثيق وآخرها رفضها الانسحاب من مدينة الحديدة وتجنيب المدنيين الحرب وقال الدكتور بن دغر أن قرار الميليشيات أصبح مرهون بها تداعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي السيطرة على مضيق باب المندب لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية وجدد رئيس الوزراء دعوته للأمم المتحدة بالضغط على إيران من أجل وقف تداخلاتها في الشان اليمني ومنع تهريبها الأسلحة لميليشيات الحوثي الإنقلابية بما فيها الصواريخ الباليستية وإلزامها بالقوانين الدولية ووضع رئيس الحكومة المبعوث الأممي أمام المعاناة المستمرة للمدنيين في المحافظة وجراء ممارسات الميليشيات الحوثية الإيرانية بعد أن عبثت بالمساعدات الإنسانية وتهريبها للأسلحة الإيرانية وتكريس موارد الميناء لإطالة أمد الحرب على الشعب اليمني من جانبه عبر المبعوث الأممي عن ساعدته بلقاء رئيس الوزراء مشيدا بجهود الحكومة في دعم عملية السلام ونواياها الصادقة نحو التوصل إلى حل سياسي انطلاقا من مسؤولياتها تجاه اليمن والشعب اليمني وعبر جريفث عن ارتهاحه للأفكار التي طرحها رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر على صعيد التوصل إلى استئناف مفاوضات السلام وقال إن الأمم المتحدة ستعمل خلال الأيام القادمة على التشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام بالإضافة إلى التأكيد على الجوانب الإنسانية لليمنيين المتضررين اطلع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري على مستجدات الأوضاع الخدماتية والأمنية في محافظة سقطرة واستمع الوزير الميسري خلال لقائه محافظ محافظة سقطرة رمزي محروس إلى جهود السلطة المحلية في المحافظة في إطار تحسين أوضاع المحافظة على كافة المستويات والأصعدة والمتعلقة بدرجة رئيسية بحياة المواطنين مستعرضان الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد بشكل عام وأسبل تجاوزها والتغلب عليها بما يضمن تأدية واجبها على أكمل وجه تجاه المواطنين وأكد الوزير الميسري اهتمام فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة سقطرة كغيرها من المحافظات المحررة وتقديم كافة أشكال الدعم لها في مختلف مجالات الحياة وتوفير الخدمات الأساسية لها واحتياجاتها الملحة في الوقت الراهل لتحسين ظروف مواطنيها المعيشية وإنهاء معاناتهم وتوفير سبل الراحة لهم لفت الوزير الميسري لأن قيادة وزارة الداخلية للأجهزة الأمنية في محافظة سقطرة اهتماما خاصا للنهوض بعملها الوطني مشيدا بما حققته خلال الفترة الماضية من الانجازات المشهودة في سبيل استثباب الأمن والاستقرار والحفاظ على السكيدة العامة بالمحافظة حضر اللقاء نائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشا أشهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري باليهود التي تبدلها قيادة السلطة المحلية في محافظة حضر موت في تطبيع الأوضاع الخدماتية والأمنية بالمحافظة جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وكيل أول محافظة حضر موت عمر بن حبريش العلي وطلع الوكيل حبريش نائب رئيس أو أطلع الوكيل حبريش نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية على طبيعة الأوضاع الخدماتية والأمنية وما حققته السلطة المحلية في حضر موت من نجاحات في هذا المضمار والذي كان له الأثر الإيجابي في تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين واستتباب الاستقرار الأمني والحفاظ على السكيدة العامة والسلم الاجتماعي في المحافظة وثمن الوزير الميسري النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في ملاحقة قوى الشر والإرهاب وتطهير محافظة حضر موت من أوكارها والقضاء عليها بعد أن عانى من عبثها سكان المحافظة خلال الفترات المنصرمة جراء ارتكابها الجرائم البشعة بمختلف أشكالها وهددت أمنها واستقرارها والسكينة العامة لمواطنيها مشيدا ببسالة وشجاعة قوات الأجهزة الأمنية التي كان لها دور كبير في إلحاق الهزيمة بتلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون وأكد الوزير الميسري أن محافظة حضر موت تحظى بدعم واهتمام كبيرين من قبل القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري رئيس مصلحة خفر السواحل بالجمهورية اللواء الركن خالد القملي جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الهامة والبلحة المتعلقة بمصلحة خفر السواحل والأدوار التي تقوم بها المصلحة في حماية المنافذ البحرية والحد من عمليات التهريب عبر السواحل اليمنية واستعرض اللواء القم للإشكاليات التي تواجه قيادة مصلحة خفر السواحل التي تقف عائقا أمام تنفيذ مهامها المنطط بها بالشكل المطلوب وآلية التغلب عليها وفق الإمكانيات المتاحة جانبه أكد الوزير الميسري على أهمية الأدوار التي تقوم بها مصلحة خفر السواحل في الحد من عمليات التهريب عبر السواحل اليمنية وضبطها وإيقاف موجات دخول اللاجئين الغير شرعيين من دول القرن الأفريقي الذين يشكلون عبءا يضاف إلى الأعباء الاقتصادية التي يعاني منها اليمن جراء الحرب التي تشهدها منذ ثلاثة عوام مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبدلها قيادة وأفراد مصلحة خفر السواحل في تأدية مهامها الوطنية مبديا استعداده في تقديم كافة أشكال الدعم لها وتدليل الصعاب لما من شأنه تمكين المصلحة من النهوض بعملها والقيام بواجباتها التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أنيس بن عوض بحارثة واستعرض بحارثة خلال اللقاء سير عمل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مختلف فروعها في المحافظات المحررة وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن والعراقيل التي تعترض سير عملها وسبل مواجهتها وضمان حلها والتغلب عليها وشدد الوزير الميسري على أهمية أن تطلع الهيئة بدورها الهام في حل قضايا المواطنين والعمل على وضع المعالجات المناسبة لها وذلك وفق الأنظمة والقوارين المتعارف عليها والنافذة في هذا الشأن مؤكدا أن وزارة الداخلية وعبر أجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أي أعمال للبسط تطال أراضي الدولة أو المستثمرين بأي شكل من الأشكال ونوها إلى أهمية العمل على جذب المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة لهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الاستثمارية والتي تعود بالنفع لمصلحة الدولة واقتصادها الذي يسهم بالنهوض والتنمية للوطن بناء على توجيهات القيادة السياسية تفقد وزير الإعلام معمر الإرياني ورئيس قطاع تلفزيون عدن فارس عبد العزيز ووكلاء وزارة الإعلام وعدد من القنوات الفضائية والرسمية والأهلية تفقدوا الخطوط الأمامية في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء مفد قناة عدن والوفد المرافق له عد لنا التقرير التالي انتصارات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في محافظة البيضاء وتحديدا في مدرية الملاجم على أزلام الميليشيا الإنقلابية الإيرانية نتواجد مشاهدين الأكارم هنا برفقة معالي وزير الإعلام اليمن الأستاذ معمر الإرياني الذي يقوم بزيارة ميدانية للأبطال الميامين برفقة الوفد الإعلامي المرافق له بداية سيادة الوزير ما طبعت هذه الزيارة التي تقومون بها إلى مواقع العزة والكرامة بسم الله الرحمن الرحيم هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات فخامة الرئيس المناظر عبد الربو مصور هادي وتشرفنا بنقل تحياته إلى أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإلى المحافظة الكريم وسعيدين بأن نشاهد هذه الانتصارات وأن نكون موجود في هذا الموقع وأنا أسمح لي في البداية أن أعبر عن سعادتي بوجود قاناة عدن رافقتنا في هذه الزيارة في مختلف الجبهات وكان الرئيس القاناة الأستاذ فارس عبد العجيز أحد الأبطال الأشاوس الذين كانوا في مقدمة الصفوف وكما تشاهد انتصارات كبيرة وكانت مفاجأة بالنسبة لنا حجم الانتصارات الكبيرة والتقدمات الكبيرة إن شاء الله تعالى النصر القريب وعاجل ندعو كل المشايخ والأعيان والمواطنين إلى سرعة الانضمام إلى صفة الشرعية للدفاع عن كرامة وهوية وعروبة اليمن نشكر الأخى المحافظة على الجهود الكبيرة التي يبذلها ونشكر قائد البطل مفرح بحيبح ومن خلالكم أيضا نتوجه بكل الشكر والتقدير إلى من كانوا السند والعون المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذين لبوا نداء الأخوة لبوا نداء العروبة لبوا نداء الجوار ووقفوا وساندوا ودعموا وأسسوا تحالف دعم الشرعية وها نحن اليوم بجهود الأبطال وجهود المملكة العربية السعودية والتحالف نحقق هذه الانتصارات في مختلف الجبهات كل شكر والتقدير لكل أبناء الجيش الوطني وقبل نطبعها على جبين كل جندي ومقاتل يدافع عن هويته وكرامته وعروبته معاني الوزير من خلال زيارتكم الميدانية التفقدية لهؤلاء الأبطال الميامين كيف وجدتم الروح المعنوية التي يتمتع بها أبطالنا في مواقع العزة والكرامة؟ روح معنويات عالية جدا وشاهد بعض المقاتلين في الصفوف الأولى واحد منهم يقول لي أنا أشوف بيتي على بعد خمسة كيلو من الآن وصاحبي قدوا ساكن في بيته كل واحد متشوق أن يعود إلى بيته إلى داره إلى من حاول ويعيد كرامة وهوية وعروبة منطقته واليمن قاطبة إذن روح معنوية عالية تتحل بها قيادتنا السياسية وقيادتنا العسكرية والأبطال الميامين المرابطون في مختلف مواقع العزة والكرامة وأعينهم تتجه نحو العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيا الإنقلابية الإيرانية وتحرير أبناء الوطن من ذاك السرطان الخبيث الجاثم على صدورهم خلال الفترة الماضية السابقة كان معكم من الخطوط الأمامية رفيق السامعي قناة عدن من مديرية الملاجم محافظة البيضاء في حج تمكنت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة بقيادة اللواء الركني حياء حسين صلاح وبدعم من قوات التحالف العربي من تحرير عدة قرى في مديرية حيران وقال مصدر العسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة أن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة مع ميليشيات الحوث الإنقلابية سقطت خلالها ما تبقى من قرية الجعدة وتحرير قرية الحراملة والتابعتان لمديرية حيران بالإضافة إلى تحرير مواقع جديدة شرق وادي حيران باتجاه مديرية حارض وسقط خلال المعارك عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات الحوثية وأسر عشرة آخرين أغلبهم من الأطفال هذا وتحقق وقوات الجيش الوطني انتصارات كبيرة وتقدمات واسعة ومتتالية في عدة اتجاهات في كل من الشريط الساحلي وصولا إلى مديرية عبس ومديرية حيران باتجاه الصحراء نرافق أبطال الجيش الوطني هنا في قرية الجعدة اليوم تم استكمال تحريرها حيث انطلقت قبل أيام بسيطة عملية عسكرية لتحرير هذه القرية وتحرير هذه العزلة تم اليوم استكمال تطهير كامل القرية من الميليشيات الحوثية لتوضيح هذا الموضوع لدينا أحد أبطال الجيش الوطني يحدثنا عن انتصارات أبطال الجيش الوطني وكيف تم استكمالها وأهم خسائر أمين الشيئة الحوثية بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الجيش الوطني في المملكة العسكرية الخامسة لقديدة اللواء الرقم الحياة صلاح وقديدة أخرى من قرية العلية اليوم تم استكمال تحرير قرية الجعدة وتم دحر الانقلابين من عبد الكامل وأسرى منها بالعشرات الأسرى عشرات أسرى من قبل الجيش الوطني والآن احنا في بعد قادة الجعدة يعني حوالي ثلاثة سلع زد من ثلاثة سلوات أتقدم الجيش الوطني باتجاه مقالقة عم واتجاه الحجة بذل الله سبحانه وتقالى ونحن نواصل الزحف مسلم والجيش الوطني ما زد نتقدم إلى هذه اللح wart كيف هي معنوية تطالي الجيش الوطني والله معنوية أبطال الجيش الوطني عالية إلى السماء ما نعنو ما نحن نريد إلا الحصم مع هؤلاء الإنقلابيون الإيرانية اللي جاءت شجرة يعني يابسة على الشعب جامعين وطقت في البلاد وخربت جميع البلاد وإن شاء الله بإذن الله ما هي إلا أيام معدودة وسيقم تحريق البلاد بالكامل وسيعود المدارس ويعود الجامعة بإذن الله سبحانه وتعالى إذا ما كانت مثل ما أول وأحصل من أول وإن شاء الله ما هي أيام إلا معدودة أخي يا غزيز كما سمعتم عزائي المشاهدين هناك تقدم مسلم رئيب طاقش الوطني تم اليوم السيطرة الكاملة على قرية الجعدة وعلى عدة قرى والجيش الوطني الآن يتواجد ما بعد قرية الجعدة بحوالي كيلو إلى إثنين كيلو وخسائر ميليشيات عشرة أسرة وعشرات القتلى واجتعادة عدم الأسلحة هلال القاعدين حيران ولتسريط الضوء أكثر سينضم إلينا مراسلنا في حجة هلال القاعدين أهلا وسهلا بك هلال أخي هلال هناك تقدمات ميدانية كبيرة في محافظة حجة حدثنا عن هذه التقدمات وآخر المستجدات عندكم في حيران نعم أخي العزيز هناك عملية عسكرية انطلقت في المنطقة العسكرية الخامسة بجبهة حيران تخديدا تمكن من خلالها الجيش الوطني من استكمال تحرير قرية الجعدة وتحرير أيضا قرية الحراملة تمكن من خلال هذه العملية من أسر عشرة من مقاتلين ميليشيات الحوثي بينهم طفل ومعاق أيضا خلال هذه العملية تم تطغير القريتين بشكل كامل والتقدم إلى القريتين بحوالي 2 إلى 3 كيلومترات اليوم أيضا تم قبيل المغرب انتزاع أكثر من 200 لغم متنوعة بين ألغام عربات وفردية وعبوات ناسبة من القريتين بواسطة الفرقة الهندسة العسكرية تم تقدم إلى ما بعد القريتين بحوالي 2 إلى 3 كيلومترات وكما قلنا الخسائر في صفوف الميليشيات خسائر كبيرة تم استعادة أيضا العديد من الأسلحة المتنوعة نعم هلال في ظل هذه التقدمات الكبيرة كيف هي معنويات الجيش الوطني هناك في حيران وما هو مستقبل المعارك في الأمد القريب أعيد السؤال في ظل هذه التقدمات التي يحرزها الجيش الوطني والمقاومة كيف هي معنويات الجنود هناك وكيف هو استشراف للمعارك مستقبلا في الأمد القريب بالنسبة للمعنويات الجيش الوطني هي معنويات عالية خصوصا بالانتصارات الكبيرة التي يحرزونها يوما بعد يوم وفي كل هجوم ينفذونه وفي كل عملية تطلبها قيادة المنطقة العسكرية الخامسة وبالنسبة لمستقبل العمليات فهي تختص بها قيادة المنطقة العسكرية نحن ليس علينا كصحفين وإعلامين مدوجدين في المنطقة ليس مهمتنا إلا توثيق تلك الانتصارات نعم مرسلنا في حجة هلال القاعد شكرا جزيلا لك من جانب آخر أسفر هجوم نوعي نفذته قوات الجيش الوطني في مديرية شدة غربي محافظة الصعدة عن مقتل وإصابة عدد من ميليشيات الحوثي الإيرانية وذكرت مصادر عسكرية أن مجموعة خاصة من الجيش الوطني نفذت عملية هجومية على مواقع الحوثيين بالقرب من جبل تويلق في جبهة شدة كما أسفرت العملية عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وتزامن الهجوم مع قصف مدفعي وصاروخي للتحالف العربي على مواقع المتمردين في مناطق متفرقة في شدة دمرت مقاتلات التحالف العربي مركزا للقيادة والاتصال تابعا لميليشيات الحوثي الإنقلابية في مديرية عبس بمحافظة ذمر أفادت مصادر محليا المقاتلات استهدفت بأربع غارات مركزا قياديا لميليشيات الإنقلابية في المعهد التقني بمنطقة عمد بمديرية عنص شرق مدينة ذمار ما أدى إلى تدمير المركز ومقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات إلى الحديدة فقد قتل ثلاثة مدنيين بانفجار لغم أرضي بدراجتهم النارية في مدينة الخوخة جنوب الحديدة وقالت مصادر محلية أن لغما أرضيا كانت ميليشيات الحوثي قد زرعته في الخوخة أثناء خروجهم من المدينة انفجر في دراجة نارية وكان يستقلها أب واثنين من أبنائه قتلوا على إثره نظم أهالي مدينة الحزم بمحافظة الجوف وقفة اهتياجية نسائية تردد بمجزرة استهداف عرس زواج بمحافظة الجوف من قبل ميليشيات الحوث الإنقلابية والتي راح ضحيتها ثلاثة نساء وطفلتين وأدانت الوقفة استهداف المدنيين من النساء والأطفال بعرس زواج لأحد النازحين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة مطالبين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإنقاذ المواطنين العزل والمناطق السكنية من استهدافهم بالقذائف والصواريخ التي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال وألقيت في الوقفة كلمات من أقارب الضحايا والتي طالبت بسرعة محاكمة الخلايا الإرهابية التي ثبت تورطهم في حوادث الألغام والعبوات الناسفة في الشوارع العامة وراح ضحيتها عشرات المواطنين الأبرياء في محافظة الجوف في لحج تمكنت فصيلة الهندسة في اللواء الرابع مشاه جبلي من نزع العديد من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية في مناطق جبال الشعب ومشارف القبيطة وأطراف الجوازعة بعد تحريرها وقال العميد أبو بكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاه جبلي أن ميليشيات الانقلاب زرعت المئات من الألغام والعبوات الناسفة في طرقات المواطنين وعلى مشارف منازلهم في المناطق التي سيطرت عليها قبل أن يجري تحريرها وأشار قائد اللواء الرابع إلى أن الميليشيات الحوثية اعتمدت أسلوب المكر والخديعة بزراعة ألغام صنعتها موهة على هيئة أحجار جبلية مصبوغة بلون مماثل للبيئة التي تم غرسها فيها لتلحق الأضرار البالغة بالمدنيين نقش محافظ لحج اللواء الركن أحمد التركي مع وفد اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية تنسيق الجهود في مشروع تحسين سبل العيش الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأشاد المحافظ بجهود اتلاف الخير للإغاثة الإنسانية لدعم أبناء المحافظة مشيرا إلى أن هذه البرامج ستساهم في تمكين الشباب وتساعدهم بتوفير دخل ثابت وفرص عمل مستدامة من جانبه أوضح مدير المشاريع والبرامج في اتلاف الخير المهندس صالح بامخشب إلى أن المشروع ينفذ من خمس محافظات من ضمنها محافظة لحج ويتدخل فيه ثلاثة قطاعات هي القطاع الزراعي والسمكي وبرنامج كثافة العمال ويستهدف الشباب العاطلين عن العمل إلى ذلك شدد المحافظة تركي على مؤسسة الكهرباء بمتابعة التيار الفاقد والعشوائي ووجه بشراء سيارة لفريق الطوارئ لمديريتين الحوطة وتبن لمتابعة خطوط التيار الكهربائي كما وجه بصرف مبلغ مليون ريال لصالح مؤسسة المياه والصرف الصحي لصيانة وإصلاح الخلل في الشبكة الداخلية لمدينة الحوطة والقرى المجاورة لها ناقش رئيس مصلحة الجمارك سالم بن بريك مع أمين عام المجلس المحلي بالعاصمة الموقاتة عدن بدر معاون عددا من القضايا المتصلة بنشاط الجمارك وإرادات صندوق النظافة والتحسين المحصلة من الرسوم المقررة على الحاويات الخارجة من ميناء عدن وتطرق اللقاء إلى التقارير الخاصة بتنامي نشاط الجمارك خلال العام المنصرم 2017 والنصف الأول من العام الجاري 2018 حيث بلغ في الوقت الحالي متوسط إجمالي عدد الحاويات المجمركة في جمارك المنطقة الحرة عدن نحو 500 حاوية يوميا والسعي المتواصل لتعزيز نشاط قطاع الجمارك خلال المراحل المقبلة تفقد الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة أبيان مهد الحامد سير عملية امتحانات المعاهد المهنية والزراعية بالمحافظة واستمع الأمين العام خلال زيارته لمعهد الأوراس بزنجبار والمعهد المهني بالكود والمعهد والمعهد الزراعي بجعار من مدير مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مهدي الجحيني لشرح عن العملية الامتحانية مؤكدا حرص سلطة المحلية على إعداد الدراسات الفنية والهندسية لإعادة تأهيل جميع المعاهد في المحافظة رافقه خلال زيارة وكيل المحافظة محمد الجحمة ومدير عام فرع وزارة التعليم الفني وتدريب المهني مهدي الجحيني إلى أبيان فقد ناقش اجتماع بزنجبار محافظة أبيان برئاسة تألمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد ومدير عام الصحة الدكتور جمال ناصر أذيب عددا من القضايا الصحية منها الارتقاء بالخدمات الصحية في جميع مديريات المحافظة وتنفيذ قرار المحافظ بإحالة مركز الصحة الإنجابية والولادة من مكتب الصحة بمديرية زنجبار إلى مكتب الصحة بالمحافظة إداريا وماليا كما نقش الأمين العام مع لجنة إنقاذ زنجبار إعادة ترميم فرع المؤسسات الاقتصادية وسبل الإسراع في إعادة مباني المؤسسة في العاصمة زنجبار في إطار الجهود التي تفزلها قيادة السلطة المحلية ولجنة الإنقاذ في عودة جميع المؤسسات إلى الدولة وأكد الأمين العام على الأهمية التي تمثلها المؤسسة الاقتصادية والتي تقوم بدور ريادي ومتميز نقشت لجنة خدمة حجاج بيت الله الحرام بمنفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي الخطوات العملية التي تمت في إطار عملية خدمة تفوي حجاج بيت الله الحرام للعام الحالي 1439 هجرية استعرضت اللجنة تقريرا تضمن نتائج النزول الميداني إلى المنفذ خلال الأسبوع الماضي للتعرف على أوجه التدخلات وتسهيلات التي يمكن أن تقدمها إدارتي المنفذ والجمارك والوحدات العسكرية المرابطة بالمنفذ ومركز الملك سلمان وسلطة المحلية بمديرية العبر ورجال المال والأعمال لتوفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لراحة الحجاج في الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة استكمال كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الحجاج الذين يصلوا عددهم إلى نحو 25 ألف حاج وأشهد الوكيل بالتفاعل الإيجابي الذي أبداه كافة المسؤولين بمنفذ الوديعة البري والسلطات المحلية بمديرية العبر عقد بمحافظة مأرب لقاء تشاوري بين السلطة المحلية برئاسة وكيل المحافظة دكتور عبد الرب مفتاح ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونسيف لتعزيز التنسيق في تنفيذ الأعمال وتقييم الأنشطة المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري في اللقاء شهد الوكيل بسامات منظمة اليونسيف في محافظة مأرب باعتبارها المنظمة الأممية الوحيدة التي كانت متواجدة منذ بداية الأزمة وحرب الميليشيات الحوثية الإيرانية على المحافظة لافتا إلى أن المنظمة كان لها تدخلات ممتازة في غطاعات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والرعاية الاجتماعية من خلال المساعدات التي قدمت للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية من جانبه عبر الرئيس وفد منظمة اليونسيف عن شكره لسلطة المحلية على ما تقدمه من تسهيدات لعمل المنظمة مستعرضا ما تقدمه من دعم في الأنشطة المنفذة عبر مكاتب السلطة المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري دشرت جامعة تعز امتحان القبول والمفاضلة بكلية الطب والعلوم الصحية قسم الطب العام والجراحة للعام الجامعية 2018-2019 واستقبال 2400 طالب وطالبة تفاصيل في سياق التقرير التالي متقدمي امتحانات كلية الطب جامعة تعز في إصرار منقطع النظير وعلى ركام الحرب التي خلفتها من يشي الحوث الإيرانية يأدون الامتحانات وكلهم أمل بأن تعود تعز بلد الثقافة والعلم اختبرت واختبار قبول في كلية الطب ليسنا والله حلوة سهلة ما فيش حاجة بصعبة قادر ورقة يسمي في بي رقم التنسيق الحمد لله قادر ورقة مكتملة في بي من كل الأسئلة متنوعة المسائل من كل شي الحمد لله كانت عملية التنسيق ممتازة جدا قاد كل اسم باسمه برقم جلوسه بكل شي تقدم 2400 طالب وطالبة إلى كلية الطب والعلوم الصحية قسم الطب العام والقراحة وفق آلية ومنظومة التنسيق الإلكتروني لإكتاز القبول والمفاضلة نحن اليوم ندشين امتحانات القبول والمفاضلة بكلية الطب والعلوم الصحية قسم الطب العام والقراحة للعام الجامعي 2018-2019 حيث تقدم للامتحان عدد 2400 طالبة طالبة تقدموا لامتحانات القبول والمفاضلة لهذا العام تم توزيعهم على 44 قاعة امتحانية مرتبين حسب الحروف الأبقادية طبعا حيث تم الإعداد والتجهيز لذلك قبل الامتحانات بثلاثة أيام وذلك لثلاثة أي مشاكل قد تطرأ يوم الامتحان وذلك لتوفير القوة الملائم والمناسب للطالب أثناء الامتحان طبعا تم ذلك عبر فريق عمل متميز بالإدارة العامة لقبول والتسجيل وكلية الطب والعلوم الصحية كلية الطب في محافظة تعز تعمل جاهدة على تقدير الطلاب والعمل من أجل مصلحتهم نعايم خالد قناة عدن فضائية تعز إلى العدن فقد كلية اللغات بعدن بعاد تأهيلها بحيث تميز هذه الكلية ببرامجها التدريبية في مجال الترجمة التي تقدمها للطلاب إلى التفاصيل كلة اللغات بجامعة عدن إحدى الصروح الأكاديمية في اليمن عموما وفي عدن تحديدان فبالرغم من عمر القصير إلا أنها أصبحت مصدر الشعاع العلمي تلبي الحاجات المتزايدة لمتطالبات المعرفية والتنموية في البلاد وسدت نقص المتزايد في السوق العمل في تخصصات اللغة الإنجليزية التجارية والترجمة قناة عدن فضائية نزلت إلى كلية اللغات والتقت بالدكتور جمال الجعدني عميد كليات اللغات طبعا كلية اللغات كما أشرتها هي كلية حديثة جدا هي عمرها الزمنية كاوس هي أصاب على يد الواحدة نحن طبعا في كل عام ندخل على كلية لمساتة جديدة وأيضا نعمل تأهيل للكلية من الألف للياء في هذا العام عام 2018 وتحديدا في صيف 2018 انتهينا من دراسة الفصل العام الأكاديمي 2017-2018 تحديدا قبل رمضان وخلال شهر رمضان وما بعد رمضان قمنا بعد تأهيل مبنى الكلية كاملا هذه الكلية تشهد إقبالا غير عادي على مختلف التخصصات الدراسية في مساقات البكالاريوس الترقمة واللغة الإنجليزية التجارية وبرنامج السنة التحضيرية وبرنامج الدراسات العليا الذي ستدشنه الكلية خلال هذا العام وبرامج الكفاءة والتوفل في اللغة الإنجليزية كمطلب أساسي لطلاب الدراسات العليا بالجامعة وتتميز كل اللغات بجامعة عدن بعمل الترتيب لعملات تعليمية بطريقة مهنية عالية لتمكن جميع طلاب من تأذية دراستهم في الكلية بكل يسر وسهولة وبعد توفير كل الإمكانيات التقنية المستخدمة عالميا تأتي هذه الأنشطة والتوسع الكبير الذي شهدته ورزالت تشهدون كلية اللغات في ضال اهتمام الحوض من قيادة الجامعة ممثلة بالدكتور الخضر ناصر الأسوار الجامعة عدن وخبرة إدارية وكاديمية متميزة لعمدتها ممتلة بالدكتور جمال الجعدن استطاعت من خلال القلية افتتاح العدد من البرامج والزيادة الطاقة الاستيعابية التي لم تشهدها منذ ان كانت معهدا منذ تأسيسي عام 1981 انصراب جليل قناة عدن فضائية من العصب الموقعات عدن كلية اللغات في جامعة عدن كان آخر خبر في نشرتنا ولمن فتته النشرة هذا تذكير بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يستقبل محافظية المحويت وذمر نائب رئيس الجمهورية يطلع على جهود حل اشكالات المغتربين اليمنيين وتفعيل ادارات الوزارة ومكاتبها المختلفة الجيش الوطني يكبد الميليشيات خسائر فادحة في مدرية الشدى بصعدة ويستعيد مواقع جديدة في مدرية حيران بحجة نهاية المشرة الى اللقاء اشتركوا في القناة